السلام عليكم إخواني أخواتي ومرحبا بكم في حسة جديدة من حسة استهلم تجويد صورة الرحمن برواية ورشة النافع وصلنا للآية الواحد والأربعون إذن لنكمل أول شيء استعاذة بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شرحت في أول حسة كيفية قراءة الاستعاذة والبسملة إذن كما أودتكم نقرأ الآية نستخرج منها القواعد ونطبق ترك القواعد وفي الآخر نقرأ قراءة مرتلة وأعيد وأكرر أن كل قاعدة أذكرها لكم فلقد شرحتها من قبل في درس لوحدها وسيظهر لكم فيديو يبين لكم كيف تصلون لجميع الدروس بالترتيب يعني تصلون لجميع القوائم التي تضم الدروس مرتبة إذن شاهدوا هذا الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لكي تتوصلوا بكل فيديو أضعه ولمشاهدة جميع الدروس بالترتيب اضغطوا على زر بلايليست أو بالعربية قوائم تشغيل وستظهر لكم جميع الدروس مرتبة إذن لنبدأ قال الله سبحانه وتعالى يعرف المجرمون بسيماهم فيوخذ بالنواصي ولقدام يعرف الرأو يفخم لأنه مفتوح يعرف المجرمون الجيم هنا يقلق القلقة صغرى والرأو يقلق لأنه مكسور بسيماهم تلاحظون هنا هذه الدائرة السوداء أو النقطة السوداء وتشير إلى أن هناك تقليل والتقليل قلنا هو أنه نميل بالفتحة نحو الكسرة وبالألف نحو يسمى التقليل ويسمى إيمالة بين بين ويسمى كذلك بالإيمالة الصغرى نقول بسيماهم ولا نقول بسيماهم بسيماهم ولدينا هذه الكلمة تنتهي بميم ساكنة بعد حرف الفا يعني إظهار شفاوي وهو من أحكام الميم الساكنة وقلنا في درس أحكام الميم الساكنة أن للميم الساكنة ثلاثة أحكام الإظهار الشفاوي والإدغام الشفاوي والإخفاء الشفاوي وسمية بالشفاوي لأن الميم تخرج من بين الشفتين إذن جيد فهنا لدينا إظهار شفاوي نقول بسي ما هم فيوخذ وهنا انتباه للذال فيوخذ بالنواصي النون بغنى أكمل ما تكون بالنواصي وهنا ولقدام القافيق القلقة صغرى ونمدد حركتين أو أربع أو ست للمد العارض للسكون ولدينا كلمة أقدام هي كلمة لوحدها تبدأ بهمزة القطع ودخلت عليها هنا الألف واللام فوقع النقل نقلت الفتحة من همزة القطع نقلت إلى اللام أصبح اللام مفتوح كما تلاحظون هنا والهمزة حذفت فهذا شرحناه في درس النقل لذلك قلنا لقدام ولم نقول والأقدام بل ولقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان في هذه الآية وهي تتكرر سأشرح في كل حسة قلت لكم سأشرح القواعد أو سأستخرج القواعد في هذه الآية وعندما نصادفها فلن أعيد تكرار ذلك الشرح لكي لا أطلع لكم إذن فبأي آلاء هنا في كلمة آلاء لدينا مد البدل ويمد عند ورش بحركتين أو أربع أو ست ولدينا مد واجب متصل يمد بست حركات وكلمة ربكما الرأي يفخم وكلمة تكذبان ننتبه للذال ونمدد هنا حركتين أو أربع أو ست للمد العارض للسكون إذن في تحليلات ورش لدينا مد البدل وبعده مد عارض للسكون ففي مد البدل حركتين أو أربع أو ست وفي المد العارض للسكون حركتين أو أربع أو ست إذن إذا قرأت بتوسط البدل يعني بأربع حركات كما أقرأ أنا بأربع حركات فلك التوسط أو الطول في المد العارض للسكون أما إذا قرأت بالقصر يعني بحركتين فلك في المد العارض للسكون حركتين أو أربع أو ست لكن إذا قرأت بالطول في البدل فلك الطول في المد العارض للسكون يعني ست حركات هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون هذه هنا مد حركتين لمد الصلة الصغرى وهنا حركتين لمد طبيعي هذه لا نقول هذه هذه وانتباه للذال هذه جهنم النون بغل أن أكمل ما تكون جهنم التي يكذب بها هنا انتباه لحرف الزال يكذب بها هنا قلت بها مددت حركتين ما الطبيعي لكن عندما نصلها نقول يكذب بها المجرمون يعني لاحظتم بأن هذا الألف حذفا لماذا؟ لأنه التقاء حرفين ساكنين اللامو والحرف الساكن الأول هنا والذي هو حرف المد أما بينهم همزة الوصل في تسخوت في درج الكلام وسبق وقلنا في القاعدة أنه إذا التقى حرفين ساكنين وأولهما حرف مد يحذف حرف المد للتخلص من التقاء الساكنين لذلك قلنا يكذب بها المجرمون وهنا الجيم يقلق قلقلة صغرى والراء يرقق لأنه مكسور ونمدد هنا حركة 2 أو 4 أو 6 للمد العردي للسكون يعني نقول هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميمنا لاحظوا ما هنا لدينا التنوين بالكسر كما تلاحظون هنا وبعده هنا كانت كلمة الآن فيها مد البدل لكن تم تغيير البدل بالنقل إذن لدينا بدل مغير بالنقل فعوضا أن نقول حميم يعني تسمعنا تلك النون فوقها السكون تلك النون ستصبح مفتوحة لا نقول حميم بل نقول حميمنا وذلك أو تلك الفتحة من أين جاءت تلك الفتحة جاءت من الهمزة يعني همزة القطع من كلمة آن وهمزة القطع كانت مفتوحة إذا قلنا آ يعني همزة مفتوحة تلك الفتحة نقلت لأنون الساكنة في التنوين فعوضا أن نقول حميم قلنا حميمنا وبما أن وقع النقل فهمزة القطع تهذف إذن جيد وعند قراءتها نمدد هنا حركتين أو أربع أو ست للمدل عرض للسكون لأن المدل عرض للسكون يسبق مد البدل وكذلك قلنا مد البدل تم تغييره بالنقل ففي الأخير نقرأ حميمي نان حميمي نان كأن هنا ميم مكسورة وبعدها نون مفتوحة ثم مد ثم نون نقف عليها بالسكون حميمي نان نان حميمي نان هكذا فبأي آلاء ربكما تكذبان استخرجنا القواعد من هذه الآية وطبقناها ولمن خاف مقام ربه جنتان ولمن خاف نون ساكنة بعدها حرف الخاء من حروف الإظهار إذن نظهر هذه النون ولمن خاف مقام ربه الرأو يفخم هنا وهنا مد حركتين لما تصل الصغرى ولمن خاف مقام ربه جنتان النون بغن أكمل ما تكون ونمدد هنا حركتين أو أربع أو ست للمد العارض للسكون فبأي آلاء ربكما تكذبان استخرجنا القواعد من هذه الآية وهنا في الآية المولية ذوات أفنان هنا مدد ست حركات للمد الجائز المنفصل لدينا مد في آخر الكلمة ويتبعوها بزاقاتة في الكلمة التي تليها يعني منفصلين إذلك قلنا مد جائز منفصل وانتبع لحرف الذال وهنا نمدد حركتين أو أربع أو ست للمد العارض للسكون ذوات أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان استخرجنا القواعد من هذه الآية إذن لنمر للآية المولية فيهما عينان تجريان فيهما عينان تجريان الجيم نقلق له قلقلة صغرى والرأو يرقق لأنه مكسور فبأي آلاء فبأي ربكما تكذبان استخرجنا القواعد من هذه الآية وطبقناها فيهما من كل فاكهة زوجان فيهما من كل هنا النون نخفيه وهنا الإخفاء نرققها لأنه بدأ حرف الكاف حرف ملقة وحرف الكاف كذلك من حرف الإخفاء لذلك لدينا إخفاء هنا وعند إخفاء النون وهي ألف مالا مخرج الحرف المخرج حرف الكاف نقول من كل هنا فاكهتين تنتهي بتنوين بعدها حرف الزاي يعني لدينا كذلك إخفاء وغلاء إخفاء ترقق لأن حرف الزاي بعدها حرف مرقق إذن نقول فيهما من كل فاكهة زوجان مع مدنا حركتين أو أربعة وسيط للمد العارض للسكون فبأي آلاء ربكما تكذبان استخرجنا القواعد من هذه الآية وطبقناها متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجن الجنتين دان متكئين هنا لدينا مد البدل ويمد بحركتين أو أربعة أو ست عند واش لأن مد البدل قلنا وكل همز ممدود وهنا لدينا همز ممدود على فرشين الرأو مفخم ولدينا إقلاب كما تلاحظون هذا التنوين رسمت الكسرة الأولى والثانية رسمت ميما لأن بعدها حرف الباء هو الذي سبب الإقلاب وهذا حكم من أحكام النون ساكين والتنوين نقول فرش بطائنها الطاو من حرف استلافة ويفخم والألف أمامه يفخم لأن الألف يتبع في التفخيم والترقق للحرف الذي يأتي قبله ومع مد ست حركات للمد الواجب المتصل بطائنها من استبرق هنا من أصبحت مني أصبحت النون مكسورة لماذا؟ لأن لدينا النقل نقلت حركة الهمزة من كلمة استبرق نقلت إلى الساكن قبلها والذي وحرف النون أصبح مكسور وحذفت الهمزة من كلمة استبرق والباء يقلق القلقلة صغرى والراء يفخم ولدينا التنوين في آخر كلمة استبرق وبعدها حرف الواو من حروف الإدغام الناقص بغنى لذلك نقول من استبرق وجانا ألاحظ ما يونى انتباه لحرف السين لا نقول من استبرق لا ننطيق السين كالصاد من استبرق وجانا الجنتين عندما وقفت هنا قلت وجانا مددت حركتين يعني ما الطبيعي لكن عندما وصلناها قلنا وجانا الجنتين تلاحظ بأن هذا الألف تم حذفه لماذا؟ للتخلص من التقاء الحرفين الساكنين الحرف الساكن الأول هو هذا المدوس الثاني هو اللعم لأن الهمز بينهما تسقط في درج الكلام وقلنا القاعدة إذا التقى حرفين ساكنا وأولهما حرف مد يحذف حرف المد للتخلص من التقاء الحرفين الساكنين وهذا ما وقع هنا والنون بغنة أكمل ما تكون وهنا المدد حركتين وأربعة أو ست للمد العالي للسكون وجانا الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذب هنا شرحنا القواعد في هذه الآية فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فيهن النون هنا بغنة أكمل ما تكون قاصرات القاف مفتوح وأمامه مد فهو في أعلى درجة من التفخيم والصاد بعده في أقل درجة من التفخيم لأنه من حرف الاستعلاء لكنه مكسور والرأة بعدهما ترقق لأنه سبقت بكسرة لصيقة بها من نفس الكلمة قاصرات وانتباه للصاد لا ننطقه كسير لا نقل قاصرات قاسي بل قاصي قاصرات قاصرات لا نفخم الرأة يعني يجب الانتباه لما خارج الحرف فيهن قاصرات الطرف الطاء مفخم والرأة كذلك لم يطمثهن انتباه ميمساكين بعد حرف يعني إظهار شفوي وهو من أحكام ميمساكين والطاء يقلق القلقلة صغرى وانتباه لحرف التاء والنون هنا بغنة أكمل ما تكون إنس النون نخفيها وغنة الإخفاء نرقق والآن بعد حرف السين حرف مرقة والذين التنوين بعد حرف القاف من حروف الإخفاء وحرف القاف مفخم إذن غنة الإخفاء تفخم والذين يقلق القلقلة صغرى نقول لم يطمثهن انس قبلهم لاحظتم قبلهم ميمساكين بعد حرف الواو يعني إظهار شفوي وهو من أحكام ميمساكين لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان هنا مدسة حركات للمد اللازم الكلامي المثقل والنون بغنة أكمل ما تكون ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان إذن استخرجنا القواعد من هذه الآياء وطبقناها كأنهن الياقوت والمرجان كأنهن النون بغنة أكمل ما تكون وكذلك هنا النون بغنة أكمل ما تكون لأنها نون مشددة الياقوت والمرجان الرأو يفخم ونمدد حركة إن أو أربعة أو ستة للمد العرض للسكون فبأي آلاء ربكما تكذبان إذن استخرجنا القواعد من هذه الآية هل جزاء لحسان إلا لحسان هل جزاء الجيم بشدة تقرأ بشدة لأنها من الحرف الشديدة وليس من الحرف الرخوة مع مد ستة حركات للمد الواجب المتصل هل جزاء لحساني إلا لحسان لاحظتم لم نقوب الإحسان لأن كلمة إحسان كلمة ودخلت عليها الألف واللام فوقع النقل نقلت الكسرة من همزة القطع من كلمة إحسان إلى حرف اللام كان الساكن أصبح مكسور لذلك قلنا لحسان وهنا هل جزاء لحساني إلا لحسان كذلك هنا قلنا لحسان وهنا نمديد حركتين أو أربع أو ست للمد العارض للسكون فبأي آلاء ربكما تكذبان إذا استخرجنا القواعد من هذه الآياء وطبقناها ومن دونه ما جنتان هنا النون نخفيها نون ساكنة بعدها حرف الدال من حرف الإخفاء حرف الدال من حرف المستفيلة يعني مرقق إذن غنة الإخفاء ترقق لأن الغنة تتبع في التفخيم وتترقق الحرف الذي يأتي بعدها وعند إخفاء النون نهيئ الفم لما خرج حرف الدال ومن دونه ما جنتان النون بيقول أن أكمل ما تكون مع مد حركتين أو أربع أو ست للمد العارض للسكون عند الوقف على هذه الآية فبأي آلاء ربكما تكذبان استخرجنا القواعد من هذه الآية مدهامتان الدال يقلق القلقة صغرى مع مد ست حركات للمد اللازم الكلامي المثقل شرحت درس المد اللازم الكلامي والحرفي المثقل المخفف شرحته من قبل في درس لي وحدي وبالتفصيل يعني نمدد هنا ست حركات والميم بيقول أن أكمل ما تكون وهنا مد حركتين أو أربع أو ست للمد العارض للسكون فبأي آلاء ربكما تكذبان استخرجنا القواعد من هذه الآية وطبقناها فيهما عيناننا الضاختان فيهما عيناننا الضاختان هنا نمدد حركتين أو أربع أو ست للمد العارض للسكون عند الوقف على هذه الآية يعني عند الوقف على يعني في رأس الآية فبأي آلاء فبأي ربكما تكذبان إذن استخرجنا القواعد من هذه الآية التي قلنا أنها تتكرر ولكي لا أطيل عليكم فشرحتها في الأول يعني استخرجنا الأحكام منها وطبقناها لذلك لم نعيد نفس الشرح لكي لا أطيل عليكم هذا الفيديو إذن أكتفي بهذا القدر وأردت لكم هذه القواعد التي شرحت إذن تابعوا معي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يعرف المجرمون بسيماهم فيوخذ بالنواصي والقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميمنا فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائن ولمن خاف مقام ربكما تكذبان فبأي آلاء 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 ربكما تكذبان هل جزاء الاحسان إلا الاحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان الضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذا الدرس وقد نال إعجابكم وأطلب منكم مشاركاته مع الجميع ليستفيد ذلكل إن شاء الله وتبقى لكم صدقة جارية ألقاكم إن شاء الله في الحس المقبلة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة